انجز يا بنت انجز ايه؟ تلحك سعودي طيب انت وحشتين وحشتني عددك خلصني يا صلاح طب نجبيت نين شربات كده عشان الاتفاق هو انت فاكر انا جاية هنا عشان اتفاق معك انا جاية هنا عشان اخلص معك كل حاجة عشان زهقت الله العظيم انا زهقت اكتر منك وعايز اخلص او هتكون فاكر اني خايفة منك الفلوس اللي خدتها زمان منك مش بتاعتك ومش هتعرف تعمل معي اي حاجة اللي انا عارف اعمل واعمل واعمل انا عارف انك انت فان جاري بو كلامه بس هتروح تقولهم ايه ها؟ هتقولهم ان هي اخدت الفلوس اللي انا سرقتها في الاساس عارف انت اللي مجننك ان محدش عارف عني اي حاجة انت نفسك اللي قلت كده تاخد كيم وتخلص نوضو امالك كله معينك فعني يا بنت تحترمي نفسك بقى بدي املك بالك قد ايه وكسنتي منهم قد ايه طب كسبيني معاك ما تدينيش كل المكسر حاجة مليون كويس يا بنت مليون ايه؟ انا مدوم لكم كام سنة دولار تاني يوم ضربوا الضعف كام بتمانية بقى بستاشر انا عايز تلاتة مليون تلاتة مليون عفريد يركبوك طب فكري في الفديحة فديحة اختك وفدحتك فديحة جوزك الجلسة قربت وانت عارفة ان انا الوحيد الا انا رخلص خالك وخلي الوادي ابن مصطفى لا اموك انا حبيسهولك ردو شرف كمان وابدل الموضوع من فديحة لأختك لا اشربتك فاص ايه اللي ضماني لما تاخد الفلوس ما تقدرش بايه؟ انا مش بانا ضمانات يا سوسو او انا انا امدلك الفلوس زماني كان فيه ضمان بس ابني فكر ديني وقت ماشي قدامك يومين تستعبط انت فاكرني ايه بطبعهم؟ هضي قربت وانتي اكيد ست العارفين يعني كل ما بتقرب كل ما راسك عايزين خلينا نخلص يبلش تربط هتصرف نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك ترجمة نانسي قنقر